أحيانا تنظر لنفسك في المرآة وتقول لو كان أنفي بشكل آخر ربما لكنت أكثر جمالا أو كنت سأبدو أفضل السلام عليكم أنا محمد غنايم لماذا لا يوجد أحد راضي عن شكل أنفه؟ هذا عنوان دراسة قراتها سألخصها لك ولكن بداية لنبدأ على بركة الله أحمد أخبرني هل أنت راضي عن شكل أنفك؟ نعم محمد غنايم هذا السؤال طرحته عليكم في استطلاع رأي صوت به أكثر من 65 ألف شخص الحمد لله 80% منكم راضي عن شكل أنفه كما أحمد هنا وحبكم هكذا واثقين من أنفسكم وشكلكم الدراسة جاء فيها أن الأنف المثالي يجب أن يكون انحناؤه 106 درجة ليس كما قال أحدكم في التعليقات على استطلاع الرأي أحلى أنف اللي ما بنحجر في حياة أحد المهم هل أنفك مثالي؟ لنقيسه صور نفسك من الجانب هكذا واستخدم تطبيق قياس الزوايا وتحصل على الدرجة الخاصة بأنفك الأنف المثالي كما تقول الدراسة وليس أنا درجة إنحناؤه هي 106 درجة كما في الصورة التالية يا أحمد أمسك أصحابك أنفك ليس مثاليا لا تحسن أبو أحمد فأن الجمال نسبي مثلا الممثل الهندي شاروخان أعتقد تعرفه هو من أكثر 50 رجل أكثر شعبية في العالم حسب مجلة نيوزويك أنفوه كبير وفق معايير هذه الدراسة ولكنه متصالح معه مع أنه من أكثر المثلين وسامة حسب آراء المشاهدين الكل لديه جمال والخاص مثلا الكوريين والآسيوين بشكل عام يعتبرون البياض من علامات الجمال بينما الشعب الأمريكي يعتبر اللون الأصمر أو التانيك من علامات الجمال لماذا لا استراض عن أنفك تسأل الدراسة بسبب عدم التناسق ربما بينه وبين باقي أجزاء الوجه يعني مثلا لو كان الأنف صغير مقارنة بباقي ملامح الوجه تشعر أن هناك تناقض غريب أو بسبب وجود عبوجاج في الأنف ربما في بعض الأحيان ربما بسبب حادث به أو كسر به أو وراثة عشان هيك بكفي زواجة قارب يعني شواهت الجين دعني أكون واضح معك لا يوجد أنف مثالي لكل الوجوه بل يوجد لكل وجه أنف مثالي يعني الأنف المثالي لوجه يختلف عن الأنف المثالي لوجهك وهذا وفق المعايير الذهبية للوجه وما يطلق عليه العلماء لتعرف إذا كان أنفك متناسق مع وجهك قم بما يلي تكمل الدراسة خذ صورة لك أحمد ابتسم بس بعد ذلك قسم وجهك بالعرض إلى ثلاث أثلاث متساوية وبالطول إلى خمس أجزاء متساوية حسب الدراسة الأنف المثال يجب أن يكون في المنطقة التالية بالضبط دون أن يخرج منها يعني أن يحتل الثلث أفقيا والخمس طوليا نرجع ونقول أن أجمل أنف هو الأنف الذي خلقت عليه الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لا تنسى هذه الآية إطلاقنا أيها الجميل وأبحر معي في هذا الموضوع تمام يا محمد أنا راضي عن أنف ولكن كلما أخذت صورة سيلفي كريهت لنفسي أيها الجميل الأنف يبدو أكبر من حجمه الطبيعي بنسبة 30% في صورة السيلفي حيث تبدو قاعدة الأنف أعرض بنسبة 30% بينما أرنبت الأنف تبدو بينما أرنبت الأنف تبدو أكبر بنسبة 7% عند التقاط صورة سيلفي من مسافة قريبة لا تزيد عن 30 سنتي وبسطها لك تخيل أنك قريب من مبنى بالتأكيد سيبدو ليس بحجمه الطبيعي ولكن لو نظرت له من مسافة أبعد ستشاهد حجمه الحقيقي صحيح إضافة إلى أن نوع الهاتف والعدسة تؤثر في شكل الوجه كاملا لاحظ كيف يختلف الوجه باختلاف عدسة التصوير في هذا المقطع الأكاديمية الأمريكية لجراحة الوجه عام 2018 أجرت استطلاع رأي جاء فيها أن 55% من من يرغبون بإجراء عملية تجميل الأنف كانت من أجل الظهور بشكل أفضل في صورة السيلفي تخيل لدرج أن تأثيرات الوجه أصبحت أساسية لكل من يصور ستوري يعني مثلا أرى كثير من تعليقات المتابعين في صفحات السوشيال ميديا يمدحون أشكال الممثلين والممثلات في الزمن الماضي حيث لم يكن هناك عمليات تجميل كما توجد بكثرة الآن لا تذهب بعيدا وانظر في اليوتيوبرز العرب على سبيل التوضيح بعد المليون المشترك تشعر أن كل شخص بهم يحتاج عملية تجميل أنف مع الدرع الذهبي نقطة ضبط أنت أجمل من كل من ترهم على السوشيال ميديا أو في الحياة الواقعية ببساطة لأنك أنت كل شخص فينا به صفات جميلة أريدك أن تعرف هذا الأمر جيدا ولهؤلاء المشاهير الذين أصبعوا نسخ مكررة ويؤثرون في من يتابعهم أكثر الممثلين وسامة في العالم مثلا توم كروز يعاني من عدم تناسق في وجهه مثلا لاحظوا الصورة التالية يعني لاحظ أسنانه أغلب الناس أساسا تعاني من عدم تناسق في الوجه بشكل طفيف هذا أمر طبيعي وليس أنك لست جميل مثلا ويحدث عدم التناسق هذا بسبب نوم راضيع على جهة واحدة لذلك يجب على الأم تغيير وضعية نوم الطفل باستمرار على جانبي الرأس هذا لداء لكل الأمهات أو يعود أمر لأسباب أخرى مثل التحام المبكر لعظام الجمجمة أو ضعف العصب السابع أو أسباب أخرى كثيرة في العادة عدم التناسق الطفيف لا يحتاج إلى عملية جراحية لكن في بعض الأحيان قد تحتاج إلى تدخل طبيعي لذلك متى يجب أن نجري أو نجري عملية تجميل للأنف أو الوجه بشكل عام؟ نجري ضليط جاري يعني مثلا في حال حدوث كسر في عظم الأنف بسبب حادث أو تعرض لضربة قوية وهما يعرف بعملية ترميم الأنف وهذه العملية بالمناسبة يجب أن تتم بعد الإصابة كحد أقصى عشر أيام مثلا أيضا في حال وجود ميل في الحاجز الأنفي أو وجود زوائل تؤثر على عملية تنفس بشكل عام تحتاج هنا عملية أيضا مثلا تشوهات الخلقية في الأنف كتضخم الغدد الموجودة بالأنف وبالتالي تضخم الأنف الكثير الكثير من الحالات عفانا الله وإياكم وحكم ذلك شرعا مجاز قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تجميل نوعان النوع الأول إزالة عيب وهذا جائز مثلا أنفك مائل وتحتاج إلى تعديله لأن الطبيعي هو الأن لا يكون مائلا أو مثلا عند حدوث كسر أو مشاكل تنفسية في الأنف نفسه هنا تحتاج أن تجري عملية له هذه الحالة جائزة على حد فتوى النوع الثاني زيادة تحسين وهذا غير جائز إطلاقا مثلا تصغير الأنف لذلك لاعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن أيها الجميل عندما يبحث الإنسان عن المثالية يفقد جمالها الموجود بالفعل عندما كنت أدوم في قسم الجراحة التجميلية كان يأتي نوعين من الحالات حالة مرضية تحتاج المداخلة الجراحية مثل الإصبع الملتصق وحالات أخرى وحالات تجميلية مثل تصغير الأذن، تكبير الشفاه، رفع الحواجب هنا كنت دائما أشعر أن المريض والتلفية التجميلية لديه نوع من عدم الاستقرار النفسي لماذا لا أعرف وتجده أقل حرص على النتائج من الحالات المرضية يعني لا يهتم من هو طبيبه، كم هي مدة التعافي، بل يهتم هل سيصبح شكلي هكذا؟ أعرف قصة حدثت حولي أن امرأة أقدمت على الانتحار ولم تموت بسبب أن زوجها قال لها أنت سمينة، تخيل وبدأت تلاحق عمليات التجميل من أبسطها حتى أعقدها لذلك هذه الكلمة أقدمها لأخواتنا الفتيات كونهن الأكثر إقداما على هذا النوع من العملية التجميلية يا عزيزة يعرفي تماما أن الجمال ليس جمال الروح الجمال جمال الشكل، لا نضحك على أنفسنا جمال الروح شيء آخر ولكن الله سبحانه وتعالى خلق لكل شخص فينا مواطن جمال في شكله هو يدركها تماما وخلق لنا من أنفسنا أزواجا هذا الزوج أنت من ضلعه فهو يراك جميل لأنك بكل بساطة خلقت من ضلعه فاهتم لجمالك إلى حد ما هذا أمر لا بد أن تفعل ولكن لا تجعله هوس بك كان يصل بك الأمر إلى عمليات التجميل لزيادة الحسن التي لا تجوز لأن من سيكون نصيبك في هذه الحياة كزوج هو بالفعل يراك جميل لأنك من ضلعه يعني ترى الكثير من الناس متيم بزوجي ولكن لو نظرت لهما أنت ربما ترىهم الاثنان عاديين جدا ولكنني متأكد تماما أنهم يرون أنفسهم في قمة الجمال أتمنى أن أكون قد أفصلت الفكرة في النهاية شريكي برايك في مكان التعليقات وإذا أعجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به ودمتم في أمان الله ماذا يحدث خلال مدة حياتك؟ يبلغ عمر الإنسان 74 سنة وفق إحصائيات منطمة الصحة العالمية طبعا الأمر بيد الله ما الذي يمكن أن يحدث خلال هذه المدة؟ على مدى حياتك لو حسبت كل شيء كسبته لا يوجد شخص مر على هذه الحياة إلا جمع مليونا في حياته حسب الإحصائيات يعني لو لم ينفق من أمواله شيء لأصبح حينها مليونير بخير نحن نسميه